هنا أسأل عن ماذا حرص دمشق فعلا عن إنجاح هذه الجولات لا سيما بينه كما تعلم قضية المبادئ العامة سلال محاربة الإرهاب سلال الانتقال السياسي تم بحثها وخوضها في جولات تفاوضية سياسية بحثها الآن غياب الجدية في التعاطي مع المسار الدستوري ألا يعكس غياب الجدية في التعاطي مع كل هذا المسار القائم بالرعاية الأممية يعني ربما يحق لك أن تسأل هذا السؤال لنا أيضا أن نتسأل وأعتقد أن الدولة السورية سيكون لها بيان واضح في هذا الشأن إذا ما عطلت الجلسة الأخيرة غدا سيصدر بيان توضيحي من الدولة السورية لكن أقول لك بحسب فهمي لمجريات الأمور سوريا الآن تصر على إنهاء ما يسمى بالعقبات الأساسية عندما تطالب وفود المعارضة السورية بموقف حاسم من الاحتلال وموقف حاسم من الاحتلال من الإرهاب وموقف حاسم من الهوية هذا لا يعني أنها تريد أن تؤجل الكلام في موضوع الدستور وكتابة دستور جديد سبق للرئيس بشار الأسد أن أجرى تعديلات على الدستور القديم وكانت تعديلات حصلت على الكثير من المدح من كثير من الجهات المراقبة ولو لم يكن على استعداد للذهاب إلى مثل هذا الأمر لما وافق أعتقد أن الدولة السورية قدمت بما يفيد المعارضات السورية أن رسالة الإطمئنان بالالتزام بالقرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة ومشاركة الوفود السورية هذا يعني أن سوريا جادة في هذا الأمر ربما بعض الأحيان يكون هناك عطارات من هنا وهناك دون أن أدخل فيه تفاصيل ودون أن أتهم بمعنى أن الدولة السورية تريد مبارزات كلامية ولا تريد دستور عشر سنوات من الحرب سوريا ضنينا بشعبها أكثر من الدكتور أحمد رمضان وأكثر من فيصل عبدالساتر على الأقل اسمع لذب للسيد أحمد قلت وقال آخرون بأن هذه الحال من المراوحة في جينيف لابد أن تنتهي كيف ذلك؟ هل الأمم المتحدة قادرة على تغيير الحال؟ هل انخراط الأطراف الدولية التي انخفت طيلة الفترة الماضية ظل بنفس القدرة القادرة على تسيير أو كسر هذه الحالة من الجمود؟ بمعنى لا يجوز الاستمرار بالاستهتار بالدم السوري وأتحدث هنا عن شلال الدم السوري في كل اتجاه والذي يتحمل مسؤوليته الأساس النظام وترويجه لما يقوله الآن سيد فيصل ويقوله تغيير هوية سوريا كيف حصل ذلك؟ إذا لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع النظام لا يتحدث أصلا لا بالمبادئ ولا يتحدث بالدستور كيف حدث هذا الموضوع؟ هذا الموضوع الترويج له ترويج خاطئ وهو عملية تضليل يعني هذا الأمر لا يجوز أن نتحدث الآن بهذا الشكل الأمر الآخر نحن نتحدث عن معارضات هناك وفد يمثل قوى الثورة والمعارضة في سوريا ويمثل المكونات السياسية ويتحدث بشكل مسؤول ومعترف به من الأمم المتحدة ومن الجميع يجب أن يكون هناك احترام نحن لا نتحدث الآن نقول هذا النظام بهذه المواصفات وهو نظام مجرم من الأمم المتحدة ومن كل العالم يعني أنت تدافع عن حال الجريمة أنت لا تدافع عن الدولة السورية تدافع عن نظام قاتل من الناحية الفعلية يعني لا يجوز الآن الاستمرار بهذا الشكل الذي نستهتر فيه الآن بالدم السوري أنت الآن تتحدث عن أننا نمثل مواقف دول كلا نحن الآن ندافع عن الشعب السوري أنا هنا من أجل أن أدافع عن الأم السورية التي تفقد ابنها في جبلة وفي طرطوس وفي اللاذقية كما في درع وفي حمص وفي دمشق وحلب ودير الزور في كل مكان أنا لا أريد لأم سوريا الآن أن تبكي بسبب إنسان وحيد الآن يريد أن يتمسك بالسلطة تحدثني عن الإرهاب؟ نعم نحن موقفنا واضح من الإرهاب بأي إرهاب كان وفي مقدمة ذلك حزب الله الذي تجلس الآن أنت قريبا منه في بيروت ومن الميليشيات الإيرانية التي تريد أن تفتك بالسوريين ومن 85 ألف مرتزق جلبتهم إيران إلى سوريا ليقتل السوريين وأنا أعارض كل تواجد أجنبي موجود على الأرض السورية وأريد أن يحدث انتقال وتحرر لكي تخلط جميع القوات الأجنبية من سوريا وليس جهة دون جهة ولذلك عليك أن تكون واضحا وصريحا ونحن عندما نتحدث عن الانتقال السياسي يا سيد فيصل عندما نتحدث عن الانتقال ونريد أن تنتهي المشكلة نتحدث عن خروج جميع هذه القوات ومن أجل أن تبعاد جميع الإرهاب العابر للحدود وفي مقدماته حزب الله والألوية سيد فيصل بإعشر ثواني طالب سريع جدا وفي لق القدس والقاعدة وغيرهم أنت في تركيا وتركيا أنت في تركيا وتركيا تحتل عفرين وتحتل مدينة الباب وتحتل أجزاء واسعة من سوريا ثم تحدثني عن أن حزب الله إرهابي يطول الحديث لا شك سيد فيصل لكن الشعب السورية دولة هناك 14 مليون مهجر سوري لا استوانا 14 مليون يا سيد 14 مليون سوري مهجرين من أراضيهم الآن من هجرهم هجرهم قصف الطيران وقصف الدبابات ماذا يفعل حزب الله الآن في سوريا ماذا يفعل فيلق القدس ماذا يفعل لواب فاطميون ماذا يفعل زينبيون لكن في مناسبات أخرى نقوض في كثير من هذه العنوين المتشعبة لا شك مضطر لإنهاء هذا النقاش أشكركم جزيلا شكرا